مرحبا عمر مرحبا عمر مرحبا عمر موضوع تاني موضوع شخصات موضوع التمثيل الفيدباك خلصنا الهايبه اول شي كيف شايف الفيدباك كتير رائع السنين هيدا جزء يمكن من اقوال اجزاء لمعارضية الحمدلله العمل مشدود كتير الريتم اوي كتير السيس سامر اشتغل السيس سامر اشتغل باوضاع كتير استثنائية والحمدلله كلنا نلنا تعبنا الفريق اللي كتب كان السيني رائع جدا كمان في اضافات كتير كتير حلوية من ديمة من عادل من الكل وجود سعيد سرحان كمان كان بفريق الكتابي ولا كان ممثل رائع جدا مبسوط كتير انه انا من جزء لجزء اول جزء لعبت التاني جزء كان في تحدي اني انا لعبت الجانب الرومانسي بمطرحها جزء الرابع كان ببدايته شهين بعد كل التراكمات اللي صارت معه كان مجنون اكتر من غضبين او متوتر طق دماغه ما في حدا معه نهائيا ما قادر حتى كان عصبي بشكل مرعب يعني الى ان تحول فيما بعد انا مبسوط كتير شو ما كان اراء الناس بيحترمها كتير بس التفاعل مع الشخصية بيهمني كتير وكان في تفاعل كتير الحمد لله بان كان حبتها بالبداية ولا كرهتها بالنسبة الي هذا التفاعل اذا بدنا نقول عبدو يعني عم تغير الاكيب الى حد ما نسبيا بتغير اكيب بين الممثلين وكذا اذا بدنا نقول نعمل مقارنة عبدو شهين اي جزء بفضله اي جزء بيقول انه هيدا الاحلى مش كخلاصة كتجربة بالنسبة الي احلى جزء الاول لان هو سبب الاساسي للانتشار اللي انا حققته للنجاح اللي انا حققته لتعرفي بشكل اكتر على شركة الصباح ميدي عسل سامر عكل الاكيب عكل الاحيال العيلي تايم حسن دايما ان هيدا الممثل اللي اخد بياخد جزء كبير من المحبة عند الناس وكتير هيك بمحل شو بدك تقول عبدو شو بدك تقول بعد هيدا الجزء شو بدك تقول عن تايم يعني الاساس تايم الصديق لكلنا انا شخصيا مبسوط كتير بهالتجربة كان عندي دور صغير قبل معه بنص بنص يوم بعدين بالعيبة تايم هو الشاب اللي حققت نجحات بكل اعماله اللي اشتغله على مستوى العالم العربي كتير بتنبسط انك وقفت حده يعني ما فيه يقول شي غير انه مبسوط اني كنت الى جينبه وتخيمك لدور واداء عدل كرم هالمرة لا انا شهدتي مجروحة يعني رائع 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 كيف صدم الناس صدمنا حتى على السيد كيف عم بيلعب نحنا معوضين عليه بالكوميديا كيف لعب دور الشر بهدوء برواء كتير نفتخر بعادل كرم بلبنان عن جد عبدو تعودوا عليك الناس مع الهايبة واخدت شهرة كبيرة من ورا هيدا المسلسل رح تكمل تاخد شهرة بس من هون ولا بنا نشوفك انا اشتغلت مع صباح ميديا مع صديق فليب اسمر مع سيس قصايخة ولي كمان عمل رح ينعرض على شاهد قريبا ان شاء الله اسمه لحكمه علي كتابة ندين جيبر وبلارش حديد مبسوط كتير بكاركتير 360 درجة مختلف عن الهايبة يعني شخصي اسمه اكرم وصغ كتير بيطعاطى كتير بيعمل كل شي ممكن ما تتوقعه حتى بالشكل غير بالمضموم غير بتمنى وكانت اول تجربة مع فليب بتمنى انه تلاقي اصداء ونجاح للعمل ككله دوري كمان نحن مرة نتعخر بقى عليك شكرا كتير وان شاء الله عبدو بن الفيبي شكرا يا عمر شكرا